بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون السيد ولي ولاية شيري صاحب السعادة السفيدة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السيد مستشار رئيس الجمهورية السيد رئيس المجلس الجهوي لولاية شيري السادة النواب المحترمون السيد عمدة جوجة السادة المدعوون أيها السادة والسيدات كل باسمه وجميل واسمه إننا اليوم نحضر معكم حفل انطلاقة الدراسة في جامعة المحررة الشنقيطية ذات الدلالة الرمزية للمجتمع الموريتاني اللي ظل وما زال يحتفظ في لاكرته الجمعوية بتاريخ ورمزية المحررة الشنقيطية التي رفعت راية البلاد خفاقة في أرجاء المعمورة أيها السادة والسيدات إن من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي هو الحرص على بناء مجتمع عصري يستمد قوته من القيم الإسلامية الأصيلة وتجسيدا لذلك التعهد جاء خطاب معالي الوزير الأول أمام البرلمان ليقرد أن العمل الإسلامي سيحتل المكانة المحورية التي يستحقها في برنامج الحكومة من أجل ترسيخ هويتنا لإسلامية الوطنية أيها السادة والسيدات تعتبر المحرة الشنقيطية من أهم روافد القيم الإسلامية والأصالة الوطنية التي هما مصدر قوة ذلك المجتمع العصري الذي يمثل بنائه أحد التعهدات البارزة لفخامة رئيس الجمهورية وإن ترسيخ الهوية الوطنية الذي يمثل تحقيقه أحد الأهداف الكبرى في برنامج الحكومة يتطلب حتماً عناية كبيرة بالمحضرة واهتماماً بالغاً بتطوير مناهجها التربوية وانطلاقاً من تلك المعطيات يأتي اليوم تلشين انطلاقة الدراسة في المحضرة الشنقيطية الكبرى باعتبارها إضافة نوعية للتعليم العالي بالبلد وأداة فعالة لتنفيذ سياسة الحكومة في مجال ترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية وهذه فرصة ذمينة للتقدم بكامل الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعباً على الأداء والتقدير الأخوي الذي ظلت بلادنا موضعاً له من قبلهم والذي تعتبر هذه المؤسسة أحد تجلياته الكثيرة فلهم جزيل الشكر والامتنان وفي الأخير أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة